أبرمت سلطة المحلية بمدرية المنصورة ومحافظة عدن مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة أربع اتفاقات لتنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل بعض خطوط الصرف الصحي في المدرية حيث وقع الاتفاقية من جانب السلطة المحلية بمدرية المنصورة مدير عام المدرية أحمد علي الداودي ومن جانب المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن نائب مدير عام شؤون الصرف الصحي بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة المهندس زكي عبد حداد وتتضمن المشاريع التي سيتم تنفيذها وستمول مناصفة ما بين السلطة المحلية بمدرية المنصورة والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن مشروع مجاري خط مقبرة الشهداء ومشروع توصيل شبكة الصرف الصحي من تقاطع بولوك 24 و25 إلى مصرف القطيبي ومشروع توصيل شبكة الصرف الصحي من داخل السجن المركزي إلى وسط بولوك 21 و22 وكذا مشروع فصل خط المنازل الأرضية بحي ودي حداد وأكدت داودي أهمية تنفيذ تلك المشاريع كونها ستسهم في معالجة طفح مياه الصرف الصحي مشيرا إلى أن تنفيذ المشاريع يأتي في إطار حرصي واهتمام قيادة السلطة المحلية بتحسين أوضاع الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في الحفاظ على الأثر والوضع البيئي